أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع جهود لجذب الاستثمار في العديد من القطعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جدة لتدليل كافة المعوقات والترويج للفرص الوعدة للاستثمار في مصر جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي أكد أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بالرخصة الذهبية وأن هناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدويا أو إلكترونيا